أثناء إقامتها بمدينة أمتمان حاضرة إقليم السلامات قامت وزيرة الصحة العامة إنجربتناء كرميل سوكات بزيارة تفقدية إلى المستشفى الإقليمي بالمدينة وذلك للتعرف عن قرب لحالة المصابين بمرض التهاب الكبد الوبائي الذي انتشر في الإقليم وكذا تويت السكان حول الوقاية من هذا الداء الفتاك الزميل محمد حسن آدم يوافنا بالمزيد من التفاصيل زيارة وزيرة الصحة العامة قربتنا كرميل سوكات إلى المستشفى الإقليمي بمدينة أمتمان جاء بهدف تفقد أحوال المصابين بمرض التهاب الكبد الوبائي الذي انتشر مؤخرا في الإقليم هيث تفقدت الأقسام المختلفة بالمستشفى فضلا أن صالات العلاج وضيافة المرضى واستمعت إلى شروح مفصلة من قبل الإداريين حول سير العمل بالمستشفى كما أعطت الوزيرة توجيهات من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لحماية السكان والوقاية من الإصابة بهذا المرض ومن ثم تابعت الوزيرة زيارتها إلى كل من ثانوية أمتمان والمدرسة الابتدائية بالمدينة بغيت توئية التلاميذ حول الاهتمام بالنظافة واستعمال المياح الصالحة للشرب فضلا أن غسل الأيدي قبل وبعد تناول التعامة وفي سياق متصل فقد التقت الوزيرة مع سكان مدينة أبو ديع وحملت لهم نفس الرسالة التوعوية والإخبارية كما ختمت زيارتها التفقدية بمستشفى أبو ديع وننوه بأنه قد تم تسجيل 44 حالة إصابة بالمرض منذ انتشاره في الأول من أغسطس للعام 2016 مما أدى إلى وفاة السلاسة عشر مصابا من بينهم أربع امرأة وذلك نتيجة لاستعمال المياه الملوثة